اشتركوا في القناة هذه مرة عدد مجلة المصور الصادر في أغسطس 1934 تاريخ قديم نبدأ في البحث عن ما كان فيه داخل مصر في هذا العام صورة الغلاف صورة لبعض الشخصيات السياسية هنتعرف عليهم كل منهم يمسك آلة من آلات الطرق وعشان نتعرف عليهم هنشوف المصور من الداخل بيعلق على الشخصيات دي هي مين هنتأمل صورة الغلاف تخت الفنان الأستاذ عبدالفتاح يحيى طبعا دولة عبدالفتاح يحيى باشا الواقفون من اليمين إلى اليسار النابغة الأستاذ صليب سامي بطبلته التي يوقع عليها نغمات الحرب والطعان الأستاذ الغربلي المتفنن مطرب المستحقين في الأوقاف الأستاذ الموسيقي عبدالعظيم راشد يوقع على الربابة لشركات الامتياز سنيد التخت الأكبر والماسك على الوحدة القيسي المشهور المطرب الأكبر زعيم التخت الأستاذ عبدالفتاح ناقر الدربوكة المعروف الأستاذ المنزلاوي مطرب الدودة والجراد القانوني الأصولي الأستاذ أحمد علي الأستاذ حسن صبري المزيع الأكبر والبروجي الأشر الجالسان من اليمين الأستاذ كريم وفي يده نفير قانون السيارات الأستاذ حلمي عيسى مطرب الطالبة وده اسقاط على الوزارة اللي موجود فيها التكوينة اللي مع عبدالفتاح باشا ماذا يقصد المحرر ورئيس التحرير للمجلة لأستاذ فكري أباظه في هذا الوقت ده كان مرتبط بوضعية هذه الشخصيات في التحكم بالأحداث السياسية والمطالب الشعبية في هذه الفترة هندخل بعد كده نتجول في صفحات المجلة عندنا في صفحة اه اتنين شخصيات انجليزية في مصر وجيب تحمل المقالة الرئيسية لفكري أباظه عنوانها فكري ماير أو أباظه مارتين اه اولا اه اي اي نعم ليكم في علم اولا دولة عبدالفتاح باشا يحيا باشا ثانيا معالي حلمي عيسى ثالثا بقية الحكومة رابعا اقاربي خامسا اصدقائي واحبابي سادسا مواطنية المساكين ليكم في علم هؤلاء جميعا ثم ليكم في علم دوائر البوليس وقلم تحقيق الشخصية وقلم الرخص وقلم الباسبورتات والمحاكم الاهلية انني من الان فصاعدا لا ادعى فكري أباظه وانما اسمي واحد من اثنين فكري ماير او اباظه مارتن السبب يا مواطن التعساء البؤساء ايها المصريون الاغراب في بلادكم السبب انه اصبح من المستحيل ان يعيش في هذا البلد صحفي مصري بطربوش في الوقت الذي يعيش فيه الصحفيون غير المصريين ذوي قبعات من هو جورج ماير جورج ماير الاستاذ بالجامعة المصرية الذي يقبض من دم الفلاح المصري مرتبه والذي يستلم كل شهر من خزانة الحكومة هناءه ونعيمه والذي يتمرق في تراب وادي النيل ويشرب من ماء النيل جورج ماير هذا لا تهمه مصر بأسرها أمة وحكومة هذا جورج ماير لم يعبأ بالقانون الذي يحرم على الموظفين مراسلة الجرائد جورج ماير هذا يسخر من مصر خارج مصر جورج ماير هذا الذي قيل أن وزير المعارف فصله وطرده ونبذه ونبذ النواه جورج ماير هذا عاد ليلعب ويقبض مرتبه ويشغل وظيفته رغم أن في الحكومة ورغم أن في الشعب المسكين نيستر مارتن الذي يحمل على الحكومة وعلى الأمة في كل مناسبة مارتن الذي ناوى الحكومات المصرية في جميع الأدوار منذ يوم أن كان موظفا مصريا إلى أن أصبح في مصر صحفيا إنجليزيا هذا الذي قبض من دم الفلاح يقابل أقطاب الأمة ووزرائها كل يوم فلا يجرؤ موظف المصري مهما عازمة أن يقول له تلت التلات كام هكذا لا يستطيع فكر أبازة المصر الصميم الفلاح بن الفلاح الذي يدفع للحكومة قد ضريبة والذي قد يصبح وزيرا كهؤلاء الوزراء لأنه ليس أقل منهم شأنا بل ربما كان أسمى فكرا وأحمى وطنية لا يستطيع فكر أبازة ولا أحد من إخوانه وزملائه أن يقول كلمة من دم قلبه وإلا وتقوم عليه القيامة ذات اليمين وذات اليسار ويحارب من الوزراء في اعتقاده ورزقه بينما جورج ماير الفرنسي يمس القومية المصرية في الصميم فيقال إنه طرد ورفت وفصل ثم يقول لا بينما مارتن الإنتليزي يطعن القومية المصرية في الصميم ومع ذلك يحظى بالأبواب المفتوحة على مصارعها هنا الكاتب ما أبداش حتى هذه اللحظة ليه وليه الموقف ده في أي شيء تم توجيه هذا الخطاب إلا إنه في الآخر بيتكلم بيقول أليس هذا هو العدل يا سيدي عبد الفتاح يحيى باشا نحن زملائكم في المصرية وشركاؤكم في الجنسية وأندادكم في القومية أن تحن قلوبكم علينا كما حنت على جورج ماير وشركاه وأن تدلعونا نحن أيضا كما دلعتم جورج ماير أسمعنا صوتك يا سيدي وقل ما هو دفاعك في الموضوع أرأيت يا سيدي الوزير الكبير كيف يعيش المصري غريبا في بلده وكيف يعيش الأجنبي فوق رؤوس أمثاله من المصرية هي حالة متكررة بالطبع الأجنبي دايما اللي جاي وموجود بيبقى ليه هو السيادة في فترة ما قبل صورة يوليو وجايز ممكن فكرة بعض أخد عينة لهذه الشخصين بيحاول أنه يرمز بيهم لمن هم أكثر عددا موجود داخل مصر ندخل مرة أخرى في عنوان ما بين بولكلي ومصطفى باشا وغيرهما نحن في أغسطس فطبعا الأشياء دي كلها بتبقى بتمس في الصيف في مصر دايما أخبار بتكون من إسكندرية وأكثر من أي حي فيه كاريكاتير موجود في الصفحة الرابعة يقول شوهد الميستر بين بين المفتش النيابات في نواحي كفر الشيخ منذ أيام وشوهد غيره من الإنجليز في نواحي الريف وبالأخص شيربين هذا الأسبوع يتصلون بالأهالي ويستوضحون عدة مسائل نصرية بحتة خاصة بأسلوب الإدارة وأحساس الأهالي نحو الحكام والمقول أنهم رسل بعث بهم إلى الريف بعث بهم إلى الريف العميد البريطاني لجمع المعلومات هل تعلم الحكومة بذلك؟ شأنها شأن المنظمات الأجنبية اللي في الفترة الحالية متغلغلة داخل محافظات مصر بحجة المساعدات الإنسانية وهي بتمارس نفس الشيء آخر حاجة حن اختتمها في هذه الفقرة عرائد دودة كانت هذه المجلة وحدها أول من أزع سر المفضوحين المزلولين الذين وجهوا عرائدهم وشكواهم للمندوب السامي البريطاني ووقعت في يدنا عرائد من ضقاط أصحابها ولكننا امتنعنا عن نشرها حماية منا للصالح العام وكشفنا من شهر ونصف حكاية عريضة شركة أبي قير وذكرنا أن دار المندوب السامي وجهت للحكومة مذكرة من 15 ورق أفولوسكاب في هذا الموضوع وجاءت الجرائد اليومية بعدنا بشهر ونصف فنشرت حكاية العريضة بشكل مبهم كأنه شيء جديد اليوم نقول أن عرائد رفعت لدار المندوب السامي بخصوص عمال متفاوت الأعمار قيل أنهم سيقوا إلى الحقول بحالة مزعية ودفعت لهم أجورا ضئيلة ثم تركوا ليعودوا إلى بلادهم على بعد 80 ميل بغير نقود وبغير غذاء بعد العناء والمشق ويه الأهمية في هذا الخبر النصيبة الدودة وعمال تنقية الدودة بسطاء لا يفهمون الشكوى لدار المندوب ولا يجول في خواطرهم هذا فمن هو الخائن القذر الذي تولى متطفلا الشكوى لدار المندوب السامي البريطاني وما هو الغرض من هذا إلى الحكومة المصرية التي تسيء بين الظن وتثور علينا بمناسبة كل مقال نرفع هذا الخبر إليها لمصلحتها ولمصلحة هذا الشعب ولمصلحة القومية المصرية تعبير أنا أول مرة أرافق المجلات القومية المصرية التي يجب أن تتجاهل مقر الإجليز بهذا الحضرات السابقة نصل إلى نهاية هذه الحلقة ونواصل معكم استعراض ما جاء في مجلة المصور عام 1934 في حلقة قادمة إن شاء الله شكرا السلام عليكم ورحمة الله موسيقى